بسم الله الرحمن الرحيم يا سين ذا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إن تنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كليم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكتبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يرغب إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بكم لإن لم تنتبوا ولنرجبنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل الله تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آبات بربكم فاسمعوني إلا دخل الجنة خال يا ليت قومي يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطره من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإلى هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون قلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمده وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم نار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستقبل لما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك الأرجون الخليم للشمس ينبغي لها أن تددك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حببنا ذنيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا لأنهم يغتعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها كهتور لهم ما يتعون سلام لخف لهم من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجذبون ألا أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يمصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما أعلمنا مشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعخ القوم على الكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أجعابا فهم لها مالكون وذللنا ذا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاره فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يعز ذلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال بل يحيي العظام وهي ربيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بك لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاضر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إلا ما أمره إذا أرد شيئا أن يطول له كن وفيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون